بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المشاهدين حلقة جديدة من حلقات كلام في كلام يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المخضرم والكبير أهلا بيك أحمد بيه إزاي صحتك الله يخليه أنا السعيد اللي موجود معكم موجود في القناة المحترم ربنا يبارك لك يا رب ربنا يبارك لك والله أحمد بيه يعني الأحداث والتداعيات اللي على الساحة والتحديات في نفس الوقت أصبحت كثيرة جدا ومش عايزين نجلد أنفسنا زيادة عن اللازم ولكن نوبة من الاستهتار قدت إلى تراجع شديد جدا خلال الفترة اللي فاتت في عدد الإصابات داخل مصر وكورونا التي بعد أن كانت يعني تكاد الأمور فيها تستقر قليلا عدت بقصوة وبقوة وعدات الإصابات هي اللي أصبحت كبيرة جدا طبعا مع أعداد نسبة الشفاء الحمد لله نسبة وتناسب تعتبر مزالت في حجم السيطرة ولكن الوفيات احنا بالنسبة للعالم كله أقل عدد في الوفيات برضو ده فضل من ربنا علينا لكن اللي خلى النسبة زادت بالشكل الرهيب ده خلال الأسبوع الماضي والمنحنى صعد جامل جدا بص أسباب كتير وراء أنه يبقى في معادلة مدهشة يعني أنت ماشي مش عايزين نقول حسدنا نفسينا لكن على الأقل أنت ماشي عكس الدنيا كلها ماشيين عكس الطيار شوية العالم كله دلوقتي يبتدى الموضوع فيه يتراجع يعني فين إيطاليا لما كانت إيطاليا وأسبانيا ونحن كنا زعلين عليها وبعتنا معونات أسبانيا شوف المسألة كتتماشي إزاي دلوقتي ألمانيا إن كماش رهيب لو حسبت عدد المتوافين في البلدان الثلاثة مع عدد اللي شوفوا هتلاقي اللي فاضل يعني موضوع ماشي بارتجاه العكسي إنه كان عندهم قسبة كبيرة بدأت تنحصر وبتتلم ورايحين في سكة سيطرة وبتدوا كمان تكلموا على فتح الحظر يتفك ويرجع على الشغل والتعايش مع الوباء لغاية ما ربنا يجيب الفرج منها تستفيد من التجربة الأسبوع اللي فات إحنا بقى العكس رغم أن إحنا يعني زي ما عادت كده قلت في المقدمة المختصرة لكن فيها كل حاجة إنه تحسدنا يعني إحنا كان مثلا في الفبراير كنا اتنين وفاكر حظرك الناس كان بتكلم إنه عندنا وإحنا مخبيين وإنه عندنا أرقام وبنداري وإن مش عارف عندنا عدد كبير ومش بنقول واتضح إنه كان كلام صحيح كل الأرقام اللي كانت معلنة أرقام صحيحة جدا وكانت قويسة جدا بنتدنا باتنين زهروا في فبراير بعد كده قصة السفينة السياحية وبعد كده قصة الحد اللي لزي من السفينة راح لفنادق كتير وابتدت مسألة تنتشر كان بسنة طبعا ان تبضى الأمور يعني في مستوها المعقول الطبيعي اللي هو الزيادات اللي كده بتشوفها تلاتين أربعين وبعد كده يخف يعني شوية منهم وشوية توفوا ويبقى القعد عدد محدود وبعد كده حدك فاكر اللقاء العامل لرئيس السيسي وتكلم فيه عن الموضوع وتكلم على الأنصاق اللي جاهزة إنها تبقى على خط المواجهة الخاصة بقوات المسلحة نعم وطبعا لا وقوات المسلحة بزلت جهد غير عادي ونزلت عملية تعقيم لكل المؤسسات القبرى تعقيم عملت وشاركت بشكل قوي جدا مما قلل من الفجوة وشاهمت في سوفير معدات طبية يعني انت بترجع دوت لعدم اتخاذنا الإجراءات الاحترازية من المواطنين كما يجب والله هي أسباب كتير لكن احنا قدام الدولة بتعامل بها يعني بعد طبعا فترات طويلة من وجود أنظمة مش بتحترم شعبها الأول مرة من 2014 نعم نلاقي نظام في مصر محترم الشعب وبيتكلم معها بصراحة تكلم معها بصراحة وبيترح المشكلة وحلولها وحاطت كمان الأرقام قدام الناس حاطت المشكلة قدام الناس مش بيخب حاجة وبعا كده حاطت مصلحة الناس رقم واحد نعم وإلا ما كناش أجلنا موضوعات الانتاج وحاجة فاكر رئيس السيس كمان لما قال مشروعات الكبرى مشروعات الكبرى هنأجلها ل2021 ده معناه أنه حطنا على جدول أعمال الدولة المصرية وجدول أعمال الشعب المصري قصة كورونا وباللي فيها وقصة صحة المصريين رقم واحد وبعا كده ابتدينا بقى من أول الدول اللي خرجت برا حدودها تجيب رعاياها من البلدان التانية تجيبنا بالصين وكانت طبع المغامرة ومع ذلك زايدوا علينا برضو رئيس آه ما مش يسبونا في حالنا في كل جميع لكن أسباب كتيرة منها أنه عندنا أصلا مسألة الوعي الصحي متراجعة السنين اللي فاتت حصل فيها التراجعة وإلا ما كناش يعني هو لما تلاقي الرئيس السيسي مبادرات كلها خاصة بالصحة يعني فيروسي المبادرة كشوف المنتظر عملنا فيها صبق علامي لعملات الجراحية لما تلاقي مبادرة نور عينيك لما تلاقي مبادرة زرع الكلا ومبادرة زرع الكبد ومبادرة زرع القوقعة وبعد كده أطفال المدارس وبعد كده المرأة المصرية كل دي مبادرات ليه؟ لأنه رئيس عارف وأنا عارفين أن ميزانية الصحة في مصر كانت متهلكة بنية الأساسية الصحية متهلكة فما كانش فيه حل غير أنه يبقى فيهم مبادرات رئاسية يتعوض الموضوع يبتدي بقى يشوف لها مخصصات من هنا مخصصات من هنا والتاحة مصر تخش وقروض من هنا دعم منح من هنا عشان يقدر يكفي يعني مطالب الشعب المصر الصحية فعندنا بنية الأساسية الصحية كانت فيها يعني بحتاجة إلى دعم سريع وعندنا وعي صحي طبعا متراجع السنين اللي فاتت كلها الإعلام مش مكانش يعني الأكثر من 20 سنة مش أين بدوره في توعية الناس التربية والتعليم حصل للتراجع ولحدك عارفوا الناس كلها عارفة يعني لدرجة أنه دي عايزة حلقات يعني حاجة فيه بدايات الناس لمسها يعني أنا إرشادات الطبية إرشادات التعلامية اللي كان فيه وراء الكراسات اللي كنا وحنا صغيرين في المدارسة بنشوفها تغسل إيديك قبل الأكل وبعده وتقوم مش عارف إيه أو الوضوء إيه اللي خليها تتشال من كل دا دي تشالت ليه ما حدش عارف طب وره الصباح وتنظيم دخول الناس ومش عارف والالتزام وتحييط العالم كل ما تلغى ليه ما حدش عارف فيه إيد يعني شريرة دخلت في خط التعليم أفسدت حاجات كتير دا بنعاني الحصاد بتاعه اللي إحنا بنعاني فهذا حقق عزباب كتير تراكمات يعني تراكمات كتير لكن إحنا قدام مرض مش سهل أول مرة حاضرتك عارف فيروس سي إحنا مصر عملت معاه معركة طويلة جدا لغاية ما لسا عدك قيل انتصرنا والحمد لله وعملنا نموذج للعالم كله لكن فيشوف فيروس سي بكل الشراسة بتاعته ما يتنقلش من إنسان لإنسان إلا بالدم يعني حققنا من الأواسات تخشي فقونا تانية انت روحت عند دكتور السنان لكن دا مشكلته دا بالتنفس عطس عطسة وأكتر ما أقل من العطسة حتى فيه خبير ألماني خرج مؤخراً الأسبوع الماضي وقال إن ما بيتنقلش عن طريق الأسطح اللي زي كده دي بقى الحاجات اللي لسا وإن السيبرتو كتير بأثر على البكتيريا اللي بتحمي خلايا الجلد فيعني هو بس نحرص إن ما حدش يبقى عنده عطسة أو بردة أو حاجة ويلطقوا في مكان مقفول ولازم المسافة بينهم كبيرة دايتو نفس الكلام يعني أخدوا فترة لغاية ما استقروا على إيه اللي بيعدي وإيه اللي ما بيعديش هنوعد كده فترة لغاية ما يبقى فيروس سي لا يبقى عندنا خصانة ذاتية حتى يا مناعة ذاتية يا إما الموضوع يبقى بالتاريخي وننسى ونبقى عارفنا كل حاجة عنه يا إما نتعايش معنا فنبقى برضو عارفين كل حاجة عنه وإحنا نتعايش معنا لكن إيه الكلام الأخير الأسطح بتتنقل وإنا بتنقلش التنفس لغاية كم متر كل الحاجات دي هتفضل طالع النازل كده محل جدل لغاية ما يحسموها بشكل نهائي طيب مازالت كورونا بتحتل المركز الأول دلوقتي في الحديث في العالم كله وبدأت تداعيتها تدق طبول الحرب بين أمريكا والصين ودي إن هي كانت مبيتة ليه قبل كورونا ومحنش بصدد دلوقتي مين اللي صنع كورونا أو مين اللي ما صنعهاش لإن لغاية دلوقتي الأمور مبهمة رغم إن نشرنا وقلنا إن براءة الاختراع بتاعة فيروس كورونا دي براءة أمريكية باعترفهم وموجودوا على المواقع وفي نفس الوقت فرنسا والصين كانوا عاملين براءة اختراع أخرى بالتعاون المشترك بينهم في معهد أوهاي وفي نفس الوقت كندا كانت على نفس الخط بس متكتمة تماما ويبدو إن العالم رايح لحرب البولوجية والفيروسات وعشان إنتاج الأدوية والكلام دا كله ومؤخرا ظهرت شركة جلعاد واعترفت بيها منظمة الغذاء والصحة العالمية الأمريكية بإن الدواء بتاعها دا هو اللي تمام والمصر تمام وده حنا قلناه من شهرين فاته وقلنا إن هم متكتمين عليه بس الغذاء ما لإن نسبة الإصابات على مستوى العالم تعدت الأربعة مليون ونص نسبة الوفيات دخلت فأكتر من 300 ألف نسبة التعافي نسبة وتناسب يعني مليون ومتين إحنا في الخضام دا كله لا الحمد لله رب العالمين بالنسبة للأرقام لكن النهاردة بدأت تظهر في أمريكا دوائر صنع القرار والإدارة الأمريكية أنت عارف الإدارة الأمريكية طبعا أنت أستاذنا وفاهم أنها بتعتمد على الدراسات ومركز المعلومات عندها لاتخاذ القرار كلها ماشية في ركب واحد أن يجب أن يكون هناك حرب مع الصين مرة تعوضات مرة حرب مرة تهديد مرة تحرش في بحر الصين وفي نفس الوقت بدأوا يغيروا أيدولوجيتهم في المنطقة تفتكر الدنيا رايح على فين رايح على فين ده موضوع كبير بس أنا أصلي كنت بالصدفة أنه يعني الحمد لله كنت أول حد تتكلم على أنه كورونا حرب أيدولوجية ب27 ينايل أنا كاتب مقال بعنوان أمريكا وإعلان الحرب البيولوجية على الصين نعم المقال يعني معلومات مؤكدة أنه تشاف هنا في الصفارة وبعد كده تشاف في الصين وترجمه مركز دراسات الشيخ الأوسط في أمريكا نعم باعتباره واحد من أهم مقالات كلمتها على موضوع الحرب البيولوجية نعم فالموضوع يعني في زيه الناس كتير زي ما حد كده طرحت السؤال وحطه في الحلقة النهاردة يعني العالم كله قصوصا مركز الأبحاث اللي الحلقة أشرت إليها بتناقش الموضوع لكن طب أنا لما جيت كتبت في سبع وشيناير ده مبكر جدا كانت إيه الملاحظات الملاحظات برضو لحضرتك يعني لمحتي إليها دلوقتي في السؤال أنه بصت قبل أولا في قاعدة محطوطة في السياسة الخارجية الأمريكية أنه زي ما برضو بريطانيا كتعملة في أول قرن اللي فات أنه إزاي تقدر بريطانيا كتعملة زي يفضل الاستعمار أطول فترة ممكنة نعم ولو اضطر يمشي يبقى الحال عامل إزاي يسيب إيه هنا يسيب مصمر جوحة فيه بالضبط نفس القصة في أمريكا إزاي تفضل قوة عزمة وحيدة أطول فترة ممكن لكن إذا الظروف مش يتعكس هذا التيار يبقى إيه الحلول اللي هما برضو يعني عندهم مركز الأبحاث بتفكر مثلا لمية سنة جاي مية سنة وبعد كده المية سنة دي السيم هيحط مثلا عشر خطط عشرية وأربع خطط ربع قرنية وأمريكا أكبر دولة حتى ميزانية للبحث العلم ربع مية واحد وسبعين مليار سنوية يعني مبلغ رهيب مبلغ رهيب بس كورونا جات كي يعني لا كورونا أنا ما زلت عند رأيي برضو لأنا كتبته في يناير زي ما أنت كتبت معليك بس طبعا مع اختلاف الرؤى لا أنا أنا كتبت إن ده مصنع وفيروس أمريكي وبدايات الحرب البيولوجية وأنا متفق مع حضرتك وجبت لهم من على الموقع بتاعهم الوثيقة اللي بتقول إن هم عندهم برأة الاقتراع دي من 2015 وهي عندهم من قبل كده بكتير بص هو الدولة اللي أكثر استخداما للحروب البيولوجية كانت في الوقت المتحدة الأمريكية احنا عندنا 352 تجربة عدوان بيولوجي في فتن بس وكيمترا كيمترا اللي ضربوا بيه العراق في احتلال العراق وما زالت الناس لغاية دلوقتي أصاروا وتدعياتوا عليهم واللي ضربوا بيه كوريا الشمالي وبهدلوا أكتر من 2000 فدان غير صالح للزراعة قبل كل ده 112 مليون ضحية من الهنود الحمر فأنت قدام دولتها عندها قدرة على يعني يا ريس مؤخرا تسع دول إسلامية تم احتلالها وضربها من قبل أربع رؤساء أو خمسة على مدار 23 سنة ولم يجرؤ أحد إن يقول أمريكا إرهابية بالضبط وهي اللي صنعت هذه الحروب وصنعت تدعياتها بالضبط زي ما صنعت 11 سبتمبر لضرب المنطقة والعراق علشان اقتصادها اللي كان تحت في الخضيط يطلع تاني ورجع التنمو نفس الشيء عملته بابتزاز في 2009 و2008 والنهاردة بتعمله مع العالم كله ومع الصين عشان تسقط ديونها اللي ليها اللي الصين مدينها بيها دي نمر واحد نمر اتنين عشان تظل زي ما انت قلت القوة العظمى والبلطاج الوحيد في العالم وهتفضل يعني مساعدة بالنسبة لحياة اموت لانه الناس طبعا عارفين تركيبة امريكا كويس وعارفين انه في مجموعة من الشركات او العائلات كمان اللي مسيطرة على كل حاجة يعني انت تتكلم على عائلات روتشلد وروتشلد ايه المسونية العالمية هي امريكا تابع للمسونية مش المسونية اللي تابع ليها بالصبط لما نتكلم سيد ناصر على المجالات اللي بيشتغلوا فيها عالتين زي دول بس حاجة تخض هم المسيطرين على اقتصاد العالم كله يعني تعبين البترول شركات تأمين السلاح البنوك الأدوية طب دول يفرطوا في زي ده ازاي فعندهم يعني يتضمروا الدنيا كلها ولا امريكا تسيب القمة اللي هي اللي هي في عليها وتحكم بها العالم قبل بقى كورونا الاربع شواهد اساسية قبل قبل الموضوع ما يظهر تحرش بالصين في هونجو كونج وابتدى النموزج اللي تعمل في الشرطة وستعمل هناك وقصة الصين واحدة بس دولتين كلام الفارغ اللي عايزين في الآخر يؤدي الى انفصال هونجو كونج وانتهاء الموضوع وانتهاء الحملة الشنيعة اللي استخدمت فيها الأقلية المسلمة في بورما او ميانمار اللي تشويه الصين عند شعوبنا يعني باعتبرها دولة اه بس دي اللي كان وراها ايران وانت عارف وانا عارف يعني وراها الناس كتير لكن في النهاية انه الصين مستهدفة لتشويه النموزج اللي هي اه موجود هناك نعم اه الهجوم على اه يعني التحرج بطائرات استطلاع زي ما حاكت قلت في بحر الصين وغيره اه الكلام بتاع هواوي والشركة هواوي والرئيس الصيني الرئيس الامريكي ما هي دي كلها وبعد كده موضوع الجمارك اللي اتفرض على الصين لا ومؤخرا بيطلبوهم باربعة تريليون لا دا بتحنكلم على ما قبل كورونا دا ترفعت قضايا في امريكا ودلوقتي وهيصدر فيها احكام قريبا للتعاوضات من الصين وبيطلبوا بالحرب ضد الصين وصرح رئيس المخابرات الجديد بتاع امريكا وقال لك الفترة الجاية الصين ستشهد اه اه اعنف طريقة من امريكا ضده بالتفصيلة يعني يعني بنفس الترجمة فضلنا كده هنروح لصدام مؤكد يعني ما هي هي لانه يبدو ان فرصة الولايات المتحدة في انها تكسب الحرب البيولوجية وتهد الصين على الاقل لعشر صين جايين يبدو انها فشلت ويبدو ان الضربة يعني تم ردها اه انقلب السحري على السحر اه زي ما قلنا والله اعلم الفيروس الموجود في امريكا هو الموحول اللي كان موجود في الصين لا ده بدأت تظهر حاجات جديدة ما انا بقول لها ظهرت عندهم زبابة اه قاتلة اه تحداك عارف اتظهر في ولايتين بس اه ده ممكن اه مجموعة من خمسة تعملوا يعني يرش ورزاز وامبوبة تتفتح وتتريمي والفيروس انتشر الناس وشو اغدى بالها وده موضوع في الهواء والتنفس يعني يقدروا ولايتين يضمرهم بالكامل وده اللي حصل وبعد كان انتشر في امريكا كلها لان ده دلوقتي اللي يقين على مليون ونص مليون ونص امريكا عنده كورونا فيبدو ان فرصة يعني انتصار امريكا في الحرب البيولوجية يعني ضاعت وما فيش حل غير الى اللجوء الواساء الاخرى طيب فده يدفعنا ان نفكر انه العالم رايح لتهديد مسلح لانه كمان الصين ما هو انت برضو دولة يعني بالنسبة لو انت هتفكر بالتفكير الامريكي دولة مزعجة طبعا تبتلك نووي وعندها اسلحة رهيبة وقام كبير جدا من البشر والنهارده الثروة البشرية والنهارده كل ده انها شرية قلوب وبعدين لها علاقات مع العالم كلها علاقات سوية ومحترم وعمرها ما اعلنت الحرب على حد بس التعارف الغريب برضو احمد به ان من 48 ساعة بس اعلن مدير المخابرات الصينية والاول مرة دي تحصل ان هناك حرب محتملة مع الامريكان وعلى الجميع ان يتوخى الحظر طيب ايه والراجل اللي بيصعد برضو بتصرح ومعنى ان مدير المخابرات يقول الكلام ده ومن قبل منه وزير الخارجية بتاعه لو نقبلوا المتحدث باسم الخارجية ومن قبلهم المتحدث باسم الخارجية تتبقى بك صراحة بس حتى تلاقي ردودهم ردود محترمة برضو وفيها دبلوماسية طيب دلوقتي هم ده بالنسبة على المستوى العالم اه بس ما تكلمناش على شكل العالم بعد كورونا ما هو ده اللي هنتكلم فيه عايزين يشوفها بعد كورونا هتودينا عالم تاني مختلف الكل بيتنبأ بس هنروح فين ومنطقة الشرق الاوسط بالتحديد هو طبعا محتاجة يعني دراسة فيها عمق شوية لكن على الاقل يعني علاقات امريكا مع حلفاء مش هتبقى زي ما هي اوروبا يتحطي الاوروبي ثبوت فشل والزريع فيه مواجهة اختبار كورونا بش هتبقى زي ما هو الدولار لا يمكن يبقى عملة لا ما هي مشكلة الدولار دي قصة التانية ده هم دلوقتي بيحاولوا يشوفوا عملة بديلة ما هو بقى ما التانية هي قوم ما التانية هي قوم انه يبقى فيه عملة بديلة اوبك لا يمكن تبقى زي ما هي لانه احنا قدامك فشل زريع اختبار كورونا جابها الارض لا وجدت دعيتها مع العشر من رمضان لان النفض كان سلاح قوي جدا في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين العشر من رمضان فاصدوا ان في ذكرى العشر من رمضان هذا العام بعد مرور تمانية واربعين سنة ان تسقط الاسلحة اللي كانت في ايدينا بس العالم كله يعني روسيا مثلا اكبر مصدر للنفض ودايما امريكا بتحاربها في موضوع اسعار النفض ما هو كان المقصود ضرب روسي القلبة برضو السحر على السحر واضربوا هم ومعروف ان النفض السخري بتكلفته عالية جدا بتصل الاربعين دولار وتكلفة تخزين عموة فهم اكتر ناس اتضرب بالضبط حرف الاطلنطي لازم يتشاف له حل انه ثبت انه الهجوم احيانا او المشاكل او الازمات الكبيرة جدا ممكن ما تبقاش عسكرية نعم زي ما احنا شوفنا اهو البحث العلمي طبعا امريزانياته لازم تزيد الاهتمام بزراعة الحبوب لانه ازمة كاشرة ده الفاو وعمل اعلام من يومين يخض بيقولك عقب كورونا العالم هيمتظر مجاع يعني بصراحة اخبار نتمنى من الله سبحانه وتعالى انها متحدث ايا كان لكن ده جدوى الاعمال لعالم بعد انتهاء كورونا لازم هيفكر بالشكل جميل هما في بداية 2005 او من 2003 بالضبط بدأوا معانا او في المنطقة كلها فكرة الفوضى الخلاق ورواجوا لها كويس جدا ومشي التمام لغاية 2008 وبعدين من بعد 2008 شافت صعود غير عادي وفي 2011 او في نهاية 2010 بدأت احداث الخراب العربي تعم المنطقة وبدأت بتونس ثم مصر ثم ليبيا ثم سوريا ثم 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 لغاية ما المنطقة اتضمرت طبعا لولا ربنا حافظ هذا البلد والبلد ده ربنا حبيه بمؤسسته العسكرية وبجيشه وبشعبه وانه في ترابط ليوم الدين الحمد لله خرجنا احنا من عنق الزجاجة في منتصف 2013 بصورة حقيقية صورة 30 يونيو وعدينا المرحلة دي ومن يوميها واحنا ما زلنا نعاني من قصار حروب الجيل الرابع اللي هي الميديا والاشعات والارهاب ومش عارفين من اين دماغنا زي ما بيقول ولكن من فضل ربنا علينا ان ربنا حابانا بقيادة سياسية قسمت المعضلة لاتنين ايد بتحمل السلاح و ايد بتبني ولولا ده كنا سقطنا في هزيه الايام في بئر لا يعلم به الا الله اليومين دول بيعيدوا الفوضى الخلاقة من جديد في سوب جديد ما حدش متنبه ليه ومن الحلقة دي وانا عارف انت قد ايه يعني مهتم بهذا الشأن عشان كده حبيت اناقشه معاك الجديد حاجة اسمها الشعبوية واعلنت كل الدراسات الامريكية ومراكز الدراسات عندهم لان كل الخراب بيجي من عندهم الحمد لله بين يكفينا شرهم ان الديمقراطية اعلنت وفاتها بكورونا وكورونا اصابت الديمقراطية في مقتل وان حقوق الانسان بدأت تتراجع والامم المتحدة طلعت مذكرة بهذا المعنى برضو ودراسة وبدأوا يصدروننا فكرة الشعبوية وان الشعبوية هي البديل للديمقراطية الفترة الجاي لانهم لقوا ان الديمقراطية سنديق وانتخابات والناس عرفت اللعبة بتاعتهم والشعوب العربية تنبهت للمخطط بتاعهم فمشينا فيها ونجحنا رغم ان شعوبنا كانت حديثة عليها هذا الامر بدأوا يطلعوا لك موضوع الفوضى الخلقة تاني من نتاج ما يسمى بالشعبوية تفتكر هينجحوا؟ ده سؤال انا السؤال ده مقرقني بقاله اسبوع او عشرة ايه سؤال مهم وعريض ومحتاج ويجب ان الاجهزة والناس اهم من الاجهزة تعي المخطط القادم لهم لان بدأت تتردد كمان على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى النت وبين الناس وبعضها والشعبوية وبدأت تلاقي صدى طبعا دي بلونة اختبار اترمت الخوف ان ماليشيات الاخوان تخش والخوف ان الفترة الجاية هتشهد كساد والي عوزوا بالله هتشهد تراجع هتشهد بطالة من الاثار العالمية المحيطة بينا فهتبقى دي كلها ارض خصبة انها تتخلع النبتة الجديدة في صورة فوضى جديدة طب نبدأ منين بقى انا انا عايز اعرف وجهة نظرك انا انا طرحت وجهة نظري ومخاوفي واتمنى انها تكون مخاوف لا اساس لها من الصحة لان ما عندناش استعداد نعيد تجربة الفوضى الخلاقة تاني في مصر لا طبعا لان تكلفتها عالية والناس شافت والناس ما زالت بتعاني وهو فوضى يعني وهي خلاقة بالنسبة لهم هي خلاقة طبعا انها خربتنا لكن احنا فوضى بالنسبة لنا فوضى طبعا وفوضى وضمار قصة الفوضى الخلاقة يعني هي ابتدت طبعا 2003 يعني رهيسات 2005 قالتها صراحة اه كندي ليزا رايز اول مرة اتقولها بشكل علني في حوارها مع الواشنطن بسط 2005 وابتدى بقى عندنا المخطط جزء من المعونة يروح لبعض المنظمات المسمى بالمجتمع المدني وهي الخراب المدني اه فيبقى يعني عين عينك يعني الموضوع ما بقاش مستخبي وبعد كده يبقى التعامل مع جماعة ارهابية بشكل علني هما طبعا بيتعاملوا مع الامريكان من سنين طويلة الملف بتاعهم عند الامريكان من سنة 51 من قبل صورة 52 من قبل الصورة 53 في يوليو كان يعني خلاص كانت انجلترا سقطت وليستلمت الرايا امريكا وخدت كل هي اكتر من جهاز مخابرات بيتنازعوا على على الارهاب على الجماعة لغاية ما يعني فيه شراكة كده امريكية بريطانية والمانيا برا الموضوع لكن في الصيف 53 يوليو 53 كان عيل صغير نسيب حسن البنة اللي هو سعيد رمضان كان بيستقبله ايزنهاور في البيت لابير فأيزنهاور ده بقى اللي احنا بتكلم عنه بسطورة الامريكا اللي خليه يستقبل سعيد رمضان ابن الـ 31 سنة ولا حاجة في وقتها في البيت لابير وبتصور معه مع مجموعة من الزعماء باعتبروا واحد يعني من ايه السر يعني ايه اللي مخلي هذي الجماعة بكل هذا يعني بكل هذي المكانة عند الولايات المتحدة الامريكية وعند أيزنهاور نفسه عرفنا ده بعدي الناس ما تفتكرش التاريخ دو قوي لكن تفتكر التاريخ الحديث ان الحديث لما السفيرة تروح لخيرة الشاطر وتقعد مع بيته وتقعد معه في مكتبه وتقعد مع المرشد ويجي ريجان ويقعد معاهم وريجان دلوقتي هو كارتر هو عراب المرحلة هو كسينجر وكسينجر على فكرة هو اللي أعلن موضوع الشعبوية ووفاة الديمقراطية هو عراب كل عقد آه لأنه هو الوأبوس وحدك عارف يعني بس أنا بنخاطب سادة المشاهدين فيه اربع خمس منظمات سرية بيحكموا العالم بلدبرج والجمجم والعظام وعدد من منظمات الماسونية كسينجر ده عبر مشترك عضو في الخمسة هم المنظمات دي أغلبها خصوصا بلدبرج دي أختارهم اللي دي التالي واللي بتوعكم العالم هو مرة وقف قصادها وقال هنا بنحدد مصير كل حاجة لو احنا عايزين ننزل وقق شاور كده الوراء وقال لو عايزين نرفع عصار البطول بنرفع بنرفع والعزين ننزلوا بننزلوا ودي اجتماعاتها لا فيها صحفي ولا فيها ميكروفون ولا فيها وراء وقلم حتى القرارات الشفاهية فيها وبيصربون العزين يصربون لكن طبعا الشعبويات يعني دي برضو مصطلح عديم ظهر من السنين طويلة بس بالتبالور بالنسبة لنا لعصر بتاعنا في التلاتينات لكن في اليونان القديمة ما شافته وكلنا عارفين الاخوين جاركي وكلنا عارفين يوليس قيصر وهده ابو ابو الشعبوي انك تقول كلام يخاطب بالعواطف ويخاطب لكن ليس له اساس من الصحة وبيقصد العكس بتاعه ومالوش علاقة بالعقل ولا بالمنطق ولا بالارقام ولا بالمعلومات ولا بأي حاجة الخطاب ده ينفع فيه عصور وازمان غير عصورنا ولا غير زماننا خصوصا احنا كدولة حولها نيران مششعلة من كل جانب طب تفتكر ليه بيرواجهن دلوقتي ورامونا كمبيلة الشعب بيرواجهن لانه عايزين يطلعوا من بعد يعني الزلزال بتاع كورونا والعالم متفكك والعالم سهل تشكيل السيطرة علي من جديد وقارس فك وتكيب وقدرين يتعاملوا مع جينا طريقة قادرين يشكلوها عروس احصان اي حاجة هما الامريكان شاطرين في الحكاية دي والمنظمات دي هي اللي بتبقى حتى الرؤساء الامريكان بيبقوا خضعين لها لانه ما يقدرواش الاعلام في ايديهم السراوات في ايديهم الاسواق السلاح وكل حاجة في ايديهم الانتخابات كمان في ايديهم ما امشيش حاجة بامريكي يقدر يخالف المنظمات دي وحضرتك والدنيا كلها فاكرة اول رئيس في العالم ترامب يجي عكس كل التوقعات واول رئيس في العالم يتطلب يتهم بالتزوير الانتخابات الامريكية كما لو كان يعني في دولة من الدولة العالم التالت وتطلع مظاهرات طالب عادة فرز كما لو كنا برضو في لا واسقاطوا يمح الفان اليمين وفجأة كله ده بيقف لا ومعدين يرجعوا يعملولوا عضايا فدقوا ويتمسكوا وخلاص وهيتحاكم ويمسكوا عليك كروت كل ما ينفذ مطلب كارت يتشالي ينفذ ما يروح هي من القدس عاصمة الاسرائيل كارت يهدى يروح يضم الجلان كارت تاني يهدى فانت قدام واضحة يعني انه هنا قعدوا واتفقوا ما ملاش حل تاني لما كل المظاهرة تقف مرة واحدة كل المطالب في اعادة الفرز واعادة الانتقابات والتخابر لروسيا كله ده يقف فجأة يبقى ده معنا فيه ناس اعادة تتفق فتعرف على طول انه حتى ترامب اللي جي من خارج تم السيطرة عليه فانت لازم تبقى الناس وعية ليه بقى ايه علاقة الماطن المصري بكل اللي بنقوله بنقوله ده انه يبقى عارف انه لما يبقى يلاقي قيادة وطنية شريفة عايزة تبني هذا البلد لازم يحتشد وراها ويبقى جنبها ولا ننصت للاصوات الغير معروفة ومازال ان الفيس والنت ووسائل التواصل الاجتماعي مازالت عبارة عن عالم افتراضي مش كل اللي معاك على الفيس انت تعرفه سيطرة من جهات وبعدين احنا بالناس سيطرة عليه بريطانيا عندها اللواء خمسة وسبعين مخصوص للسوشيال ميدي وفيس بوك تحليل جميل الموساد الواحدة تمنت الناس تدخل عن نت وتعلم تدخل عن نت وتشوب الواحدة تمنت بدل انهم عمالين يمشوا ورا كل امزوبة انت تعرف ان الاشعاعات اليومين اللي فاتوا تزايدت بشكل غير عادي وبدأوا يعني انا الله يكون في عون المصرية يعني مش عارف هيلقوها منين مهم محطوطين اولا زي ما اقول لحضرتك كده المخابرات العسكرية الاسرائيلية عندها هذه الوحدة الاخوان عندهم اكبر ميليشيات ميليشيا الالكترونية خاصة بسوشيال ميديا كلها والفيس بوك تحلي نعم عندهم عشرات من المشاهير اللي هم مؤجرينهم على تويتر يعني في ناس بيروح لها التغريدات مكتوبة في مقابل مادية اه استغلالا لشهرتهم هم عندهم خبرة بهذا الموضوع هم ابتدوا التعامل مع الانترنت مبكرا جدا قبلنا كلنا 99-98 وقبل كده كمان لما عملوا اسلام ونبقوا اسلام اونلاين وموقع الجماعة وموقع الامل اللي كان الراجل معتوه بيطلع عليه وجده غنيم هم هم سلسبيل 1993 ودي شركة الالكترونيات فشوف من امتى مش بيستخدموا التجار كمان لا لا هم هم عندهم خبرة وسبقونا كلنا للأسف احنا ابتدنا نعرف حتى الصحافة الالكترونية 97 ده 2007 كمان 2007 2007 اليوم السابع اليوم السابع كنت لسا سا وما بعد سابقنا بسنين يعني زي ما حضرت كده قلت مع زور الشعب المصري عليه بغورة كبيرة لكنه هو خبراته بال سندال التنمية والتنمية دي الصالح والصالح الأجيال القادمة وبين مطرقة الإشاعات والشر والإرهاب ده هو جايله مش بس شر وإرهاب والجائحة بتاعت كورونا ده هو جايله كمان تقاليع غربية خاصة بالأخلاق خاصة بالقيم خاصة بتفكيك الأسرة لأنه هما مش عايزين شعب عندهم مناعة ولا حصانة ضد يعني كل الوافد مش عايزين شعب قادر على القتال والبناء لأنه أنت بتبني زي ما حدا كده قلت طب ما أنت بتبني وطن ما فيه جنبك ناس مش عايز الوطن دي بقى قوي يعني علنا يعني صراحة أن السائل دي يهمها أن مصر تبقى قوية استحال وبالجاي راح تعمر سينة وعمل يعني اسطورة هناك وهي كل الفتنة اللي شعبها على قناوات الشر بتاعت الإخوان ما هي بتصب في نفس الإناء برضك طبعا هي سبك إزاي كله بيصب في إناء واحد وتبني جيش قوي وتبني اقتصاد قوي وتبني بلد في مجتمع متماسك هو عايز فكر كل ده طب ده الأمر الداخلي عندنا دوت وما يحيط بينا لو نظرنا له هنلاقي أن المنطقة كلها ملتهبة ومع التهاب المنطقة وعملوا بعضه جديد اسمه إيران لدول الخليج وللمنطقة ونموا نفوزه في فترة وخلوا الهلال الشيعي يقوى ويكبر ويبدأ من لبنان ينتهي في اليمن في نفس الوقت أعلنوا حربهم ضده وبتزوا الإخوة السعوديين وخدوا حوالي ربعمائة وعشرين مليار وبعد كده تراجعت المسائل وخلال الـ الـ 48 ساعة اللي فاتوا أو الثلاث يام اللي فاتوا خرج التصرحات وخرج التداعيات ألبة الطاولة على الكل تفسرها بإيه عشان يعني وبعدين رجع يبتز من جديد ترام عشاني السادة المشاهدين يعرفوا أن مصر دولة كبيرة وعظيمة بعد ثورة يوليو 52 ثورة الأم في مصر الأجهزة والمراكز برضو بتاعتنا وخبراءنا للسراتيجيين نعم حطوا أربع مخاطر على الأمن القوم المصري أول حاجة إسرائيل تاني حاجة مصادر الميا تالت حاجة إيران ربع حاجة تركيا نعم شوف من إمتى هم هم الموجودين لغاية النهار ما تغيروش الفرق بس إيه بيننا وبين بعض الأشقاء إن إحنا بيعتبر إيران خطر سياسي نعم مش خطر طائفي فكرة التقافية عند المصريين ما هيش مطروحة نعم إحنا شعوب متسامحة وبالعكس يعني التقارب بين المذاهب يعني كان فترة من فترات لا وربنا حبيب بالأزهر والدراسة الدين ودراسة الفقه وبيجمع ما بيفرقش وبعدين بيبقى داخل الأسرة الوحدة أنت مذهبك حنا في أخوك مذهب وملكي والدنيا ماشية وجميل ما فيش التعاصب ما فيش طائفي والمصريين عندهم حب ألا البيت دوت يعني شيء غير عادي آخرين ولكن مش بطريقة التشايع بطريقة فإحنا عندنا إيران خطر سياسي لما بيزيد يبقى خطر قومي فارسي عربي مش شيعي سني خالص نعم هم هناك أصلا عندهم مجد غابر للامبراطورية الفارسية وعايزين نرجعها بأي شكل حتى الخليج مش مسمينه الخليج الشيعي لا لا بيسموه خليج الفارسي والعالم يعني لسه عندهم نفس ونفس الطموحات ونفس الأحلام وبتاعة إيرد تركيا تركيا برضو نفس القصة الامبراطورية العثمانية الأديمة ونفسهم يرجعوها والأمريكان بقى والغرب بيلعبوا على المتنقضات دي على المتنقضات دي كلها لكن عشان كده احنا قلنا احنا من 52 وعندنا السواب دي مجولة قبل ما أمريكا تلعب وغيرها احنا عندنا برضو دولة يعني لا في دولة وفي أجهزة وعظيمة وحتى الموضوع وفي ناس همها كله ليل نهار حماية حماية هذا الوطن ده صحيح طيب تفتكر هتروح الدنيا على فين في الخليج بالذات بعد التصرحات الأمريكية الأخيرة وسحب السواريخ باترت والتداعيات دي هل ده نوع من أنواع الابتزاز ولا هو بيسحب الحاجات بتاعته دي عشان يقو نفسه ضد الصين هو أصلا وعايز ما يبقاش عنده جبهتين بيحارب فيهم فأم واحد أنا في تأديري إن الباتريوت سواريخ يعني بعد ما شفنا ما هتضربت برضو رامكو وهي موجودة أنا بقول لك حضرتك بعد فضيحة ضرب يعني بعض الموقع في السعودية وبعد ظهور المنافس الرهيب انت قدام اس عائلة اس الروسية دي لا دي حاجة حاجة يعني اسطورية انت بتكلم على سواريخ لأول مرة وحضرتك عارف انت ممكن تجيب طبنجة تقعد مثلا تركب والبتاع وتنظف في عشر دقايق دي الأول مرة بترس سواريخ ترك في خمس دقايق قادر انها تتعامل مع اربعين هدف في وقت واحد طب ده ده يجرر ما بقى لسوريا معليش عشان الوقت بيدهيم لا الموضوع باختصار انه كذا يعني الصناعة الامريكية في التسليح خطر وروسيا عاملة لا روسيا تقدمت بشكل غير عاية فسحبوا ما سحبوش على السعودية اصلا انها تغير هذه المنظمة جميل طيب تفتكر الوضع في سوريا دلوقتي هل اللي بيحصل في سوريا حاليا هو تحقيق امنية اسرائيل بانها بقت شرط المنطقة ولا دي مجرد ارهاصات لسه لا هو طبعا احنا كعرب احنا قدام معركة دفعنا فيها ثمان غالي يعني يعني شوف الصراع العرب الاسرائيلي من امتى واسرائيلي واحنا لشيلين لا يعني شوف من امتى الحرب ممتدة للأسف بالحروب الحديثة بقى اسرائيل رسميا ما ضربتش رصاصة واحدة لا لكن باموال عربية وبالمتخلفين المتطرفين اللي عاملين نفسهم بيخدموا الاسلام قدروا يضمروا بلد مهم زي سوريا سوريا والعراء واليامراء وليبيا وليبيا ها فانت قدام اربع دول خارج حسابات القوى العربية دلوقتي وهي التدعيات اللي بتحصل في ليبيا كلها ما هي برضو ضمن الاطمع بتاعت تركيا ويبقى ان يبقى فيه منفذ بديل لجماعة الشر والارهاب يهدد امنك القومي ما هي ليبيا امن قومي بالنسبة لك وعمك السراتيجي انه انت صراعك الاساسي وحنا مرة فمدخلة سابق قبل كده اتكلمنا على خطة التكمل بين رمان انه اسرائيل تفضل هي الدولة القوية الوحيدة في المنطقة ومصر وغيرها ما يتقدموش ده النتيجة هي تعمل ده بنفسها صعب ومستحيل لان ادخول اي طرف في صراع مع اسكري مع السرائيل بيخلي البقائين يتوحد وتلقائين نعم فضلا عنه القانون مش بيسمح ونتعام المعاهدات وغيره فايه الحل الحل ان هتجيبوا وكلاء ينفذوا الموضوع قطر وتركيا قطر وتركيا هستندوا لمين الا الجماعة اللي تتأجر من زمن دي اللي نسا قدين على جماعة الاخوان ويبقوا هما على الارض وكلاء الوكيل فاللي ناس تسأل طبعا هنا بيننا وبين قطر ايه يعني ايه اللي بيننا وبين قطر عشان تدعم بالشكل الرهيب مفيش عداء يعني لكن هي مجبرة انها تبقى وكيل المشروع الصهيوني في المنطقة هي وتركيا المشروع الصهيوني اللي مفوض تركيا والقطر بالقيام بالمهمة هو نفسه يستخدم جماعة الاخوان اللي هي شغالة في المنطقة الممتدة من العراق لليبيا هي اللي حشدت وهي اللي عملت اللي احنا شايفين الكل وضمارت سوريا وضمارت ليبيا وضمارت اليمن وضمارت العراق لا وباعترفهم هو النهاردة يوم ما كان طلع البغدادي مش طلع بعد منه المفتي بتاعهم القراضاوي وقال لك ده واحد من ابنائنا الشطرين كلهم يخدم العراق اللي بقى زعيم كلهم يخدم وده اصلا عضو في الاخوان واخواني قديم ثم تكتشف ان الاخوان بتبعت مقاتلين للاماكن دي وتكتشف انه جماعات سلافية كانت بتبعت ما يسمى بالمجاهرين للاماكن دي وهم كلهم مرهابيين ما شفتناش طلق وكلهم طلعوا من تحت عباية امريكا هي اللي عملتهم في افغانستان وبعد كده بدأت تستغلهم في باقي المنطقة لتدمير وتوظفهم وتوظفهم وعشان كده شوفنا نرسي كنا متكلم على السيطرة على ادارة ترامب مبكرا ترامب اي البرنامج سياسي نفس منه كل حاجة الا مقطة واحدة اللي هي اعتباره الاخواني جماعة الهبية مش كان حططها في ضمن وعوده للناخبين معه لايش اكيد اشوف عمل المشي من سوريا رجع سوريا حارب عمل طيب احنا قدامنا دقيقة ونخلص والحديث معاك ممتع فعندك حاجة عايز تقولها لا انه الناس تقدر اللي بيحصل احنا بلد ونتنبه للقابل احنا بلد ظلم طويلا ويعني صروة شعبه اببعد في القصخصة وتم التخلص عليها في الفساد ابتدينا من 2014 نرجع نبني بلدنا يبقى في صحوة عندنا رئيس جي استنهض همتنا بمشروع ضخم عملاقه في قناة السويسي الجديدة وكان ممكن يبقى شغال لغاية النهاردة الراجل أسر وأسر أن يعملوا في سنة واحد علشان يثبت المصريين قدرتهم على البناء والفعل موجودة وما فيش حاجة تأسر ويرفع معناوية الناس غير يعني المكاسب يقتصدر المشروع ونجحنا نعم فقوة الشر مش سايبة النجاح ده يمشي في حال يمشي واستمر نعم لازم هذا القائد الناس كلها تبقى خلفه ولازم ان الدولة دي ترجع تدبني وتبقى دولة عظيمة زي ما كان بنشكر سيادتك وعلى أمل اللقاء متجدد بإسم الله بنشكر السادة المشاهدين وحمى الله الوطن وحماة الوطن وتصبحوا على خير